ساعات قليلة تفصلنا عن دق ساعة الصفر لدخول مرحلة الصمت الانتخابية عندما تضع الحملة الانتخابية لمحليات السابع وعشرين نوفمبر أوزارها الثلاثة حملة وإن كانت في مجملها باهتة ومحتشمة في العمل الجوارية غير أن صدى خطاب أحزابها تردد في شارع الجزائرية بين خطاب شبابي جديد مقنع وآخر كلاسيكي مهترئ تزينه بعض الوعود وبرامج يصعب تطبيقها على أرض الواقع يرطيك إديولوجيا تعود وليتشوف فيها رح يوضع لك جنة على الأرض لكن أكثرها لا تحقق في الميدان كانوا يجوز جد عندهم شوية عندهم صدر عندهم دي بروجي ولكن الوعود فيها الخيرات والفعل لا حي لمن تنادي الفعل لا يسح الكلام خير وكثير قاوي كاين كاين شوية كاين شوية بل يقنع الله وعلم ما بصح لي فاتوا واحد ما يقنع ودوك الحملة الانتخابية هذه ما كاين ولو أنا أخديم هذه الناس نطلب لهم ربي نطلب لهم ربي إن شاء الله يكونوا معهم وخاصنا خدمة ما خاصناش الوعى تكوذوب وإن تضاربت الأراء حول مستوى الخطاب إلا أن الجميع اتفق على ضرورة التغيير وقطع الطريق أمام من لهم مشارب ومآرب من عزوف المواطنين على المستوى المحلي نفوطي نفوطي بصح جديد لين نتمس فيه العامل بصح لو كان يخلف الوعد الاستحقاقت القادمة صدقني باللي آخر مرة هذه نحن نهار 27 إن شاء الله نصوته بكل روحه للصناديق بالكبار بالصوار ثلاثة أيام من الصمت تمنع فيها الأحزاب السياسية عن الترويج لبرامجهم الانتخابية يفسح المجال بعدها أمام الشعب لقول كلمته الفصل بعدما أخذ صورة كاملة عن هوية مرشحه الذي سينصفه يوم الاقتراع